أريد بيع عقاري لهو سكن لا أحد يستطيع توفير ثمنه كاملا تاج أن أبيعه يعني أنا في شدة الحاجة إلى المال فأنا أريد أن أبيعه فهل إذا طلب مني أن أكتب وعد للبيع من أجل أن يحصل على قرض ربوي أكون مساهما معه في الربا الله هذا الأخ عنده إن شاء الله عقار وهو يحتاج إلى ثمنه لكن هؤلاء الذين يأتون لشرائه لا تتوفر لديهم هذا المبلغ بالضبط ولكن يطلبون من البائع أن يتوعد بوعد للبيع يكتب معهم وعد للبيع وهذا الوعد للبيع إنما يكتبه من أجل أن يأخذه الزبون المشتري إلى البنك ليحصل على قرض وهذا الباء يعرف بالضبط أنه إنما يفعل ذلك ليعين هذا المشتري على أن يقترض بالربا الله أكبر فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ اسمع يا أخي لا ينبغي للمسلم أن يعين مسلما على الربا قط يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله الربا أكله وموكله وكاتبه وشاهديه فلا ينبغي ليسلم أن يعين الناس على شن الحرب حرب على الله وعلى رسوله لا ينبغي أبدا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والربا فيه إثم عظيم وفيه عدوان على حقوق المستضعفين لا يجوز وأنت ستقول أنت محتاج لذلك المال ولا يوجد من يتوفر لديه المبلغ يوجد الكثير من من يتوفر له المبلغ لا تخف ذلك مالك فلا تستعدل من أجل أن تبيعه بهذه الطريقة ما دمت مستغنيا عن ذلك وما دمت لست مضطرا لاضطرار الذي يدفعك إلى مثل هذا التصرف سيكرمك الله تبارك وتعالى وسيأتي أصحاب الأموال ممن يحتاجون هذا العقار وسيشترونه بإذن الله دون أن تلجأ نفسك إلى إعانة هؤلاء على الربا جزاك الله أخير نحن في البادي عندنا بقر سائب في الجبال ليس لهم مالك نذبح في بعض المرات ونتصدق به ونأكله فهل يجوز هؤلاء استفسرتم عن هذه القضية هناك بعض البقر أصبح وحشي يعيش في الجبال وكل أهل تلك المنطقة يعرفون هذا الأمر وهم متفقون على أنه من يحتاج إليه يأخذه فليس هناك مالك حقيقي يرجع إليه في هذا الأمر هذا بقر موجود في المنطقة يعرف المنطقة قالوا لفيد إذن فليس له مالك وهم إن شاء الله تبارك وتعالى متفقين على أنه في حالة ما إذا مثلا أحد الإخوان أراد أن يتزوجوا معندوش يأتون بذلك البقر فيذبحونه ويتصدقون به ويقيمون به الولائم ويعينون به المسكين وهم متفاهمون على ذلك إذا في المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى جائزة بإذن الله تبارك وتعالى لو كان القضية تتعلق باش بالإبل فإن النبي صدقال لتلك الإبل السائمة البائر السائم اللي ما عنده شمال يقول من لا ما لك وما لها خليها هذه احتجموا لها ويعرفها أما قضية البقر بإذن الله والغنم هذه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا لم يعرف صاحبها يعرفها واحد المدة فإذا لم يعرف صاحبه ينتفعوا بها إن شاء الله تبارك أما هذا فهم كلهم متفقون وموقنون أنه ليس لها مالك فيجوز لهم الانتفاع بها بإذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خير هل يجوز اقتناء الكلب للحراسة يكون في الحديقة أو فوق الصدحي هل يجوز أم لا في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امتلاك الكلب إلا لرعي الغنم والصيد للحراسة في هذه الأحوال الثلاثة نعم في غير هذه الأحوال لا يجوز بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الإنسان الكلب ويقتنيه أو أن يتملكه فقط كما يفعل هؤلاء الذين هم خارج البحار من وراء البحار كي لله يحفظ ويسترس الله العفو والعافية يتبع اليهود والنصارى شبرا بشبر ذراعا بذراعا هؤلاء لهم إن شاء الله تبارك وتعالى أخلاقه فلا يجوز المسلمين أن يتبعهم وش عبض الله عندنا في المدينة كاللدار الكلب يهدد به سلامة المواطنين وش مصاب ما يدير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينقص هذا الكلب الذي اتخذه هذا الصاحب من غير حراء يعني رعي ولا صيد ولا حراسة ينقص في كل يوم من الأجل قراط وش دا كنت لها إن شاء الله تبارك وتعالى لكن إذا كان إن شاء الله لهذه المصلحة يقول للمصلحة الحراسة يعني يحرص البيت خاصة إذا كان في مكان يمكن أن يكون الأمن مهدد أو كثرة السراق يمكن للإنسان أن يتخذه بإذن الله لهذا المقصد يكون في الحديقة أو لا يكون في المستح المهم أنه إنما اتخذ للحراسة للحراسة والله تعالى أعلى وأعلم أنا مسير لنظام معلوماتي والشبكاتي للشركة التي أعمل بها كما هو منصوص عليه في العقد بيننا هذا إنسان شاب يعمل في شركة عقد معها إن شاء الله عقداً ينص على أنه يقوم بتسيير النظام المعلومات والشبكات للشركة فقط لكن هذه الشركة تقدم خدمات أخرى لشركات أخرى في مجال صيانة الحواسيب والشبكات والهواتف الثابتة فتكلفني الشركة في بعض المرات بهذه المهام من بينها شركة مختصة في مجال التجميل تغير الله يحفظوا سالشكل وعمليات تغيير خلق الله تبارك وتعالى فهل تقديم هذه الخدمة أمر مباح أم حرام والله يا أخي إن شاء الله تبارك وتعالى لو أن هذه الشركة التزمت معك ببنود العقد لكان هذا الأفضل فأنت تسير نظامها المعلومات والشبكات فقط وهذا الذي نص عليه العقد ولم ينص العقد أبداً على أنها تستخدمك من أجل أن تقوم بمهام من خارج الشركة لشركات أخرى لكن في مجال بإذن الله تبارك وتعالى التعاون مع الشركة ما كحتش إشكال لكن أن تذهب إلى شركة مختصة في مجال التجميل وتقوم والعياذ بعمليات تغيير خلق الله وتقوم بخدمتها وتقديم الخدمة لها فهذا لا يجوز لك لا يجوز لك من طريقين الطريق القانوني أن البند الذي وقعته مع الشركة ليس فيه أبداً العمل خارج الشركة يمكنك أن تعتمد على هذا البند في المحكمة الإدارية إذا أرادت مثلاً أن تتسلط عليك وتجبرك على هذا العمل أنا نقدر نمشي نخدم في الشركة الأخرى وخلا ينص على ذلك العقد بيني وين الشركة لكن ما خصنش نمشي ندير وحل العمل اللي فيه غضب الله هذا اللي هو القانون أما المسألة الشرعية إذا كنت إن شاء الله أتساهل وأقوم بتنفيذ مهام الشركة خارج الشركة أقوم بمهام خارج الشركة فعلى الأقل أن أقوم إن شاء الله بأعمال لا تنافي شرع الله أما أن أذهب والعياذ بالله من ناحية الشرعية إلى شركة متخصصة في التجميل وهي تقوم بكل الأعمال المحرمة التي فيها اللعن لعن الله النامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن لعن الله تبارك وتعالى والشما والمستوشما وهي تقوم بكل هذا وأنا أذهب بناء على طلب الشركة أو أمر الشركة لتخديم الخدمة لها في إصلاح حواسيبها وهواتفها وكل ذلك ففي هذا إعانة للشركة على هذا الأمر فلا تدخل نفسك فيه وتستطيع بإذن الله أن تتحجج بالقانون القانون هو اللي غادي ينفعك أنت في الإدارة فأنت تستطيع أن تقول لا ولسا دايما ما يبقاش دايما غيره دايما ليس يكون شراء عنده شخصية أنا هذا الأمر لا أقوم به أنا ديني لا يسمحوا لي بهذا أنا لا أعين هؤلاء على الظلم شوف الأخي اللي يمشي اللي يمشي يعدل لهم أنا مسلم أنا أخاف الله تبارك وتعالى أنا من الأول مسير النظام المعلومات والشبكات للشركة فقط وهذا الذي ينص عليه إن شاء الله العقد ما فيه شي حاجة أخرى فأنت تستطيع من ناحية القانون أن تتملص من هذا الأمر ومن ناحية الشرعية فالأمر واضح بالنسبة للمسلم ترجمة نانسي قنقر